موسيقى 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 من عمان داتا بارك شهاب الفيروز اختصاصي مركز بيانات في شركة عمان داتا بارك أهلا وسهلا فيك شهاب ونورتنا يا أهلا وسهلا فيك شخبارك كيف صحتك مرحبا وسهلا أخوي راشد أول شي شكرا على الاستضافة الكريمة هذه ويسعدني وشرفني أني أكون معاكم على الهوى في هذا البرنامج الجميل وأيضا أحب أشكر شركة عمان داتا بارك لإتاحة الفرصة لتواجدنا مثل هذه اللقاءات الجميلة يا أهلا وسهلا أنا أعتقد أنتم وأصحاب مراكز البيانات أنا دايما أقولها متعودين على البراد في الستوديو وأتوقع أنتم فاهمين الأسباب وكل الضيوف اللي يجيوا عندنا في الستوديو أخي شهاب دايما يقول ليش في الستوديو بها لكم بارد يقولوا ما تقرفوا الأجهزة اللي موجودة تحتاج أحيانا يعني نسبة تبريد معينة فنسألوا فإحنا إن شاء الله عن هالمواضيع كلها معاك بداية أخي شاب إذا ممكن تعطينا تعريف كذا مبسط عن عمان داتا بارك أهم الأهداف والمبادئ القائمة عليها هذه الشركة طبعا أخوي راشد مثل ما تعرف شركة عمان داتا بارك هي شركة تقدم الخدمات الحوسب السحابية في داخل عمان وقريبة بإذن الله راح تكون متوسعة إلى خارج عمان وهدفها أنها تدعم التحول الرقمي للشركات والمؤسسات من خلال حلول مبتكرة وآمنة ودائما ملتزمة بمبادئ الكفاءة والأمان والجودة والتمييز وأحب أكد على كلام زملائي وأخواني في الحلقات السابقة على أهمية التحول الرقمي في تقوية قدرة الشركات على المنافسة والنمو ممتاز جدا يعني كثير من الأهداف اللي نشوفها يعني يتم تبنيها من قبل شركة عمان داتا بارك أيضا في السعي دائما للوصول يعني إلى رؤية عمان 2040 في مختلف الجوانب وممكن المحور واحد من المحاور المهمة أيضا في هذه الرؤية هي التحول الرقمي وكل ما يخص بالتكنولوجيا وأيضا الذكاء الاصطناعي طيب اليوم لكل شركة نحن ذكرنا المبادئ وذكرنا الأهداف في كل شركة متخصصة في مجان معين أيضا هي عليها دور أنها توعي للأشخاص والمجتمع بالخدمات اللي تقدمها وبأهميتها اليوم إيش دور عمان داتا بارك بالتحديد في التوعي عن أهمية مراكز البيانات وأيضا طرق حمايتها خشاب طبعا أخوي راشد شركة عمان داتا بارك تلعب دور مهم في توعية الناس عن أهمية مراكز البيانات وذلك من خلال إتمام أو إنشاء أو تنظيم ندوات أو ورش عمل أو حملات توعوية وتستهدف في هذه الورش أو هذه الندوات الشركات والمؤسسات وأيضا دائما تركز في هذه الندوات وهذه الورش على كيف ممكن نحمي البيانات والمعلومات الخاصة فينا أو المعلومات والبيانات الحساسة من التهديدات السبرانية وأيضا تقدم حلول مبتكرة لتعزيز الأمن لهذه البيانات أو هذه المعلومات وضمان استمرارية الأعمال بشكل آمن وفعال ممتاز طيب اليوم أيضا خلنا نتطرق لسؤال آخر إيش هي الطرق المتبعة في الحماية الفيزيائية لمراكز البيانات الخاصة بها أيضا من قبل عمان داتا بارك شوف أخوي راشد هي طرق كثيرة ولكن أنا أختصرها لك في خمس نقاط أو خمس طرق أساسية أول نقطة وهي المراقبة على مدار الساعة مثل ما واضح في الطريقة هذه هي المراقبة عن طريق كاميرات المراقبة التي تنتشر بشكل كبير في مراكز البيانات وأيضا في المرفقات الخاصة في مراكز البيانات بحيث أنه ممكن نحن من خلال هذه الكاميرات نرصد أي حركة نرصد أي مشكلة صايرة في هذه المرفقات أو مراكز البيانات وأيضا تسجل يعني في حال بغير نرجع لها ممكن نرجع لها في أي وقت كان وأيضا تواجد رجال الأمن على مدار الساعة في طوال أيام الأسبوع هذا شيء أساسي معنا في عموان داتا بار وفي كل مراكز البيانات ممتاز فضلا طيب وفي نقطة ثانية من النقاط الأيضا مهمة والطرق المهمة وهي أنظمة التحكم في الوصول أنظمة التحكم في الوصول بالإنجليزية اسمها Access Control System من خلال الأنظمة هذه نحن نوضع إقراءات صارمة على من يمكنها الوصول إلى هذه المراكز أو الدخول لها أو القروج منها وأيضا من خلال هذه الأنظمة ممكن نتابع من الذي دخل في الوقت الفلاني من الذي خرج في الوقت الفلاني يكون واضح بالنسبة لكم واضح بالنسبة لنا فهذا هو بالنسبة للنقطة Access Control System وأيضا من النقاط المهمة وهي تقنيات الأمنية المتقدمة مثلها مثل أجهزة الاستشعار أجهزة الاستشعار وهي التي تتحسس التغيرات في البيئة نفسها في بيئة المراكز البيانات مثل الغبار مثلا الدخان وأيضا رطوبة وأيضا من ضمنها هذه أنظمة الإنذار المبكر نحن يهمنا جدا أن تكون بيئة المراكز البيانات هذه مستقرة وأيضا تكون متزنة بحيث أن أي خلل تعرف أنت مثلا فيها أجهزة كثيرة فأي تغير ممكن يسبب انقطاع في خدمة معينة أو ممكن يسبب مثل هذه الأمور ونحن نحاول قد ما نقدر نبتعد عن هذه الأمور ونكون حريصين جدا من خلال الأجهزة والأنظمة هذه وأيضا من النقطة الرابعة أو الطريقة الرابعة وهي الحواجز الأمنية مثل ما تعرف الحواجز الأمنية لها دور كبير تلعب دور كبير في حماية الداتا سنتر أو مراكز البيانات وهي مثل الأبواب الزجاجية أو الحواجز فهي تعزز من الأمان ما يكون خلاص باب واحد يدخل المركز البيانات هذا فلازم يعني فيه خطوات أساس أن نعزز من الأمن أنه دخل من الباب الأول بطريقة معينة فيه عنده باب آخر فيه باب آخر فيه حواجز أخرى لازم يمشي عليها أساس أنه هو يدخل وطبعا فيه بروتكولات أخرى نتبعها في هذا الجانب والنقطة الأخيرة وهي التجهيزات لمقاومة الكوارث ومثل ما تعرف مثل ما ذكره زملائي وإخواني في الحلقات السابقة عدرا وهي تصميم المبنى نفسه تصميم المبنى الذي يقام أو ينشأ فيه مركز البيانات يجب أن يكون مبنى قوي مقاوم للكوارث البيئية مثلا أو التقس والمناخ مثلا الزلازل والفيضانات وهذه الأمور مثل ما تعرفها مثل ما تعرف تأثر أو تسبب أضرار كبيرة صحيح فلازم نحن ننتقي أو نختار الأماكن اللي ممكن من خلالها نحن نتأكد ونتيقن أن مراكز البيانات في حماية وفي أمان ممتاز، ممتاز جدا يعني هذه الخطوات التي تتخذوها لتوفير أكبر نسبة حماية لمراكز البيانات طيب أخ شهاب، دعنا نتكلم عن هداف عمان داتا بارك أيضا من توسعة مراكز البيانات الخاصة فيها في خطط دائما لتوسعة المراكز هذه بشكل فعلي أكثر إيش الأهداف من خلال هذه الخطوة؟ طبعا أخوي راشد، شركة عمان داتا بارك دائما تسعى لتطوير وتحسين وتوسعة مراكز البيانات الخاصة فيها وذلك لتكاثر الطلب على الخدمات السحابية وأيضا من الأسباب التي تجعل شركة عمان داتا بارك يعني تجعلها تتوسع وهو تقديم خدماتها تتوسع وتقدم خدماتها في أماكن أخرى وليس تركز على مكان معين مثلا تسوي مراكز بيانات فقط في مسقط لا هي تتخدم بعد ضفار تتخدم بعد نزوة تتتوسع أكثر من منطقة تتوسع داخل السلطنة وإن شاء الله نحن نسعى أن نتوسع خارج السلطنة أيضا على اساس أن نوصل خدماتنا السحابية ومراكز البيانات أيضا إلى خارج السلطنة ونرفع شعار السلطنة جميل جدا قبل توفر هذه الخدمات يمكن كثير من الشركات وإلى الآن في بعض الشركات تعمل اتفاقيات مع مراكز بيانات خارج السلطنة يواجهوا صعوبات في بعض الأحيان في طريقة التواصل في حال أن صار عندهم إيقاف للخدمات السحابية وغيرها فيكون هناك في صعوبة فأفضل دائما أن الشركات خاصة هنا والجهات في توجه فيه من هذا الجانب أنها دائما تستعين بمراكزها خدمات موجودة في السلطنة والخدمات التي تقدمها أيضا عمان داتا بارك إيش أهمية استمرارية تشغيل مراكز البيانات نحن ندري أن فيه ظروف ممكن تؤدي إلى بعض الأعطال في مختلف الجوانب في مختلف التحديات والظروف التي تمر فيها المراكز هذه إيش أهمية استمرار تشغيلها وعدم توقفها ومحاولة يعني الوصول للدرجة عالية في عدم يعني تعرض هذه المراكز لأي خلل شوف أخوي راشد بالنسبة لهذه النقطة هذه نقطة جدا مهمة بالنسبة لنا نحن في عمان داتا بارك أو بالأخص في فريق مركز البيانات وهو استمرارية تشغيل مركز البيانات بحيث أنه ما يكون في أي توقف في المراكز البيانات هذه طيب ليش؟ أنت تعرف أن مراكز البيانات تحتوي على آلاف الأجهزة وهذه الأجهزة تبع عملاء وتبع فيها أنظمة في الأنظمة هذه شغالة شغالة يعني لازم تكون مستمرة ومشتغلة يعني طول الوقت ما يصير أنه يكون في القطاع ما يصير أنه في بطء أو شيء مثل هذا الأعطاء فدائما حريصين جدا على أن الخدمة دائما يعني تشتغل أو ما يكون في أي انقطاع أو انخفاض في مستوى الكفاءة وذلك يتم عن طريق أربع نقاط مهمة وهو الأولى الطاقة الاحتياطية مثل ما تعرف كل جهاز كهربائي أو كل جهاز يحتاج إلى طاقة كهربائية نعم فنحن نعم مش معتمدين فقط على الطاقة الكهربائية الأساسية التي تتمدل مركز البيانات أحيانا تصير أعطان في الطاقة الكهربائية التي تجينا من من هذه السورس الأساسي يعني من الخط الأساسي يكون فيه أحيانا حطل أو انقطاع فلازم يكون لدينا خطة بديلة للكهرباء أو الطاقة الكهربائية التي توصلنا لمركز البيانات طبعا هي مولادات الكهرباء وأيضا عندك البطاريات هذه من الأشياء التي نحن تكون كخطة احتياطية أو خطة باء مثل ما تقدر تقول وأيضا مثلها مثل التبريد أيضا مثل ما تعرف أنت وذكرت سابقا أن المراكز البيانات معتمدة بشكل كبير على التبريد لازم يحافظ على درجة برودة معينة ما يكون فيه صعود في درجة الحرارة وما يكون فيه خفاض في درجة الحرارة لأن الصعود في درجة الحرارة تعرف آلاف الأجهزة وطلأ كلها حرارة فهذا يسبب نوعا حرائق يمكن أن يسبب تعطل في الأنظمة أو يسبب رطوبة وأيضا الخفاض المركز البيانات متعود على نمط معين أو على درجة حرارة معينة إذا انخفضت درجة الحرارة يصير رطوبة تعرف الأجهزة الكهربائية عدوة الرطوبة تتأثر صحيح فمثل الطاقة هي نفسها التبريد هناك خطة بديلة خطة باء للتبريد اللي هي الأجهزة التبريد اللي هي اللي بالإنجليزي التشيلر وأيضا خطة الطوارئ وهي النقطة الثالثة هي الاستراتيجيات أو الخطط المتبعة عندنا يعني المتبعة في حال صار أي في حال صار أي يعني حادثة كوارثة أي توقف أو عطل في مركز البيان أو إنه مثلا صار كارثة طبيعية أو شيء من هذا القبيل يكون في تدخل سريع واستجابة سريعة للمشكلة حيث إنه ما تكبر أو إنه مثلا يتمحلها بشكل الأسر بالضبط وشيء أخير هو التكرار الجغرافي مثل ما تعرف إنه ما يصير إنه يكون أكثر من مركز بيانات في نفس المنطقة أو في نفس المكان لأنه في حال لا سمح الله صار في شيء في هذا المكان ما تتعطر كل مراكز البيانات يعني مركز بيانات واحد إذا طاح ما مشكلة للمراكز البيانات الأخرى تكون موجودة ممكن موجودة وتحل مكانه لكن تحطها كلها في مكان واحد أنت تسوي رسك على نفسك فتكرار الجغرافي هذا شيء أساسي وضروري أيضا عشان يعني لاستمرارية الخدمة في مراكز البيانات أيضا جميل جدا طيب أخشاب إيش هي أنظمة المراقبة المتبعة في عمان داتا بارك للحفاظ على أيضا استقرار مراكز البيانات وأهميتها أيضا في جانب آخر طبعا في هي كثير كثير أنظمة مراقبة عندنا ولكن أنا أذكر لك أهمها يعني عندك نظام بما يسمى زابكس سمعت عنها قبل؟ لا والله أنا في مصطلحات أسمعها دائما بس يعني ما تحضر هذا نظام أو تقدر تقول سوفتوير أو برنامج أو نظام خلنا نقول ونبسطها زابكس هذا نظام مراقبة يراقب حالة الجهاز بالنفس يعني السيرفرات موجودة داخل المراكز البيانات هذه كل جهاز بالنفس له معايير له مثلا ساعة تخزينية له درجة حرارة معينة له معالجات لازم أنت تراقبها يعني تراقب الجهاز بالنفس فمن خلال النظام هذا ممكن نتراقب درجة حرارة الجهاز هذا وأيضا نتراقب الساعة التخزينية المتوفرة في هذا الجهاز نعم وأيضا المعالج كيف حالة المعالج يعني وهو نفسه يرسل في حال صار مثلا مشكلة في أحد المراكز اللي هو الأجهزة إذا صارت في أي مشكلة في مثلا ارتفادات الحرارة أو مثلا شيء من هذا القبيل يرسل إشعارات للقسم المختص أو إيميلات أو تنبيهات مثلا نقول أنه في شيء جاء ستصير طبعا نتكر لك أن الشيء الفلاني جاء ستصير مع الجهاز الفلاني فهم عالطول يتعامل معنا المشكلة بشكل فوري ويحلوا المشكلة سواء كانت معالج أو كانت ساعة خزينية طبعا مثل هذا البرنامج أو مثل هذا النظام عندنا نظام آخر اسمه DCIM DCIM أتوقع أنك سمعت عنه من زملاء السابقين ولكن أتكلم عنه بشكل مختصر بحكم أنهم أتكلموا عني بشكل يعني تفصيل أو بشكل مفصل DCIM يراقب مش الأجهزة يراقب المركز للبيانات بشكل كامل يراقب أيضا ويديرها يدير يعني مثلا درجات الحرارة مثلا إذا مثلا وصلت درجة الحرارة في مركز البيانات إلى هذا الحد يبدأ يرسل إشعارات أنه أنت الحين في وضع خطر لازم تتخذ الإجراءات مثلا يسوي ريبورتات تقارير يومية شهرية حسب اللي تريدة يعني يعطيك تقارير كيف كانت حالة المعدات عندك كيف كانت حالة المراكز للبيانات اللي عندك هل في عندك مشكلة فيه صارت انقطاع مثلا فيه نقط معين فهذا يراقب يراقب داتا سنتر تقدر تقول من الأعلى أو المركز للبيانات يراقب من الأعلى ولكن زابيكس يراقب المركز للبيانات من الجهاز نفسه من الجهاز نفسه وأيضا من الأنظمة المهمة لنستخدمها نظام اسمه 24x7 وهذا البرنامج أو هذا النظام يتم خلاله مراقبة المواقع اللي يتم استضافتها في عمان داتا بارك ولكن من خارج السلطنة يعني مثل ما تعرف أنت الآن بغيت تسوي موقع أو بغيت تسوي ويب سايت طبعا الويب سايت هذا يمكن عملائك اللي بيستخدم الويب سايت هذا ممكن ما يكون من السلطنة ممكن يكون من الخارج من دول أخرى فهذا النظام أو هذا السيستم يراقب المواقع هذه من خارج السلطنة عساسا نشوف إذا هل هي صار فيها مثلا عطل في دولة معينة مثلا صار فيها انقطاع في دولة معينة بلوك في مكان معين نشوف السبب الحضر هذا أو سبب الانقطاع هذا ونعالجه بحيث أن تستمر تستمر تشغيل المواقع هذه وحاجة أخيرة وهذه من الأنظمة أيضا مهمة جدا عندنا وهو اسمه جيرا سيربس منجمنت طبعا جيرا سيربس منجمنت هو نظام لاستقبال البلاغات وتحليلها وإدارتها وتحويلها إلى القسم المفتص أيها من خلال هذا البرنامج يتم تشخيص المشكلة والبلاغ ويتم التعامل معه في هذا النظام يدخل بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي فهو يحلل المشكلة ويشوف من من الفرق ممكن تتعامل معه وتحلل المشكلة هذه فهذا يحولها مباشرة بشكل تلقائي إلى القسم المختص عساس أن تتم العمليات وتتم حل البلاغة هذا في أسرع وقت ممكن بدون أي انقطاع أو بدون أي تأخر في الرد يعني نحنذا بنجي على الأنظمة الأخرى في الأنظمة لا أذكر أساميها ولكن في أنظمة أخرى تستقبل البلاغات ولكن في تيم مختص هو اللي يستقبل البلاغات هذه وهو نفس التيم هذا هو اللي يحول البلاغات للقسم المختص هذا باستخدام الذكاء الاصطناعي يحولهم هو بروحها صار الموضوع سريع وسلس العميل أو الموظف أو من مكان أول ما يواجه مشكلة في جزء معين أو في نظام معين بجرد ما يقدم البلاغ على هذا النظام النظام نفسه يسوي تحليل المشكلة هذه يصنفها ويعطيك البيانات أو المشكلة نظيفة نظيفة ويعطيك الأشياء المطلوبة بالتفصيل لكن لما يكون عن طريق بس شخص معين مثلاً كذا يرسلك المشكلة ويكون المشكلة كبيرة وهي المشكلة حالها بسيط فأنت اللي نتحللها اللي نتفكر فيها يحتاج لك وقت فنحنا دائماً نحاول قد ما نقدر في عموان داتا بارك أن نتعامل مع المشاكل هذه ومع هذه البلاغات في أسرع وقت ممكن بحيث أن نخفف من الرزق نخفف وأيضاً نبث الطمأنينة في قلوب العملاء قلوب العملاء نعم فهذا كل شيء بالنسبة للأنظمة المراقبة بالنسبة لنا يعطيك العافية أخي شهاب نحن دائماً نشكر لكم وتواجدكم معاناً الحديث عن مواضيع تقنية دائماً تكلمنا يمكن اليوم شوية بشكل عمق عن مراكز للبيانات وكيفية حمايتها وهمية أيضاً استمرارية للتشغيلها شهاب الفيروز اختصاصي مركز بيانات من شركة عمان داتا بارك شكراً على تواجدك معانا وسلمنا على جميع الأصدقاء في عمان داتا بارك شكراً شكراً يعطيك العافية مستمعين نحن مكملين مشوار برنامج نخلوكم معانا بعد هالفاصل لنا عودة فلا تروحوا بعيد